مبروك للمنتخب السعودي الأولمبي ومحبي الأخضر مبروك لإدارة الفنية وإدارة الإدارية لللاعبين وفهلكم إن شاء الله هذه البطولة هارد لك برضو لشقاء المنتخب العماني ماجد أول شيء نقول مبروك للوطن انتصار مهم من خلال هذه البطولات ومن خلال هذه المشاركات تستطيع أن تبني وتقدم للمنتخب الأول عنصر من الممكن أن يكون أساسي ويصل إلى مرحلة السوبرستار ويفرج مع هار في المراحل القادمة ما بعد كعس العالم اللي أنا متأكد منه أن المدرب الفرنسي كان يشاهد المباراة اليوم ويركز ويدون على أساس أن هذا المنتخب الذي بني مع الكادر الفني الوطني الكبير سعد الشهري أنه هو النواهي الحقيقية لبناء منتخب أخضر خاصة إذا ركزنا وعملنا فوكس عدد من اللاعبين في المنتخب الأخضر ومن بينهم القائد سلمان فرج يصل عمره إلى 34 بالتأكيد سيكون المنديال الدوحة هو المنديال الأخير له وهار في اللي هيستمر لمدة ثلاث سنوات أو ثلاث عقود قادمة بالتأكيد هو يفكر حاليا في بناء منتخب أخضر جديد أو تطعيمه بلاعبين مع اللاعبين الشباب الموجودين أنا اليوم من الممكن أن أعلن تنازلي عن قناعة سابقة سبق وأن أطلقتها تحديدا فيما يخص سعد الشهري اللي نقول له مبروك يا ابن الوطن أنت فخر الوطن يعني سبق وأن أعلنت مع وجود في مراحل سابقة بأن لا يوجد عندي أي قناعة بأنه هناك أي مدرب وطني يستحق أن يكون موجود في دور محترفين اليوم مع سعد ومن خلال مشوار طويل ومتابعة طويلة أغير قناعتي هذه وأقول أنه خاصة أن سعد سبق وأنخاط تجربة مع نادي الاتفاق كفريق أول وقدم ذي كل أيام نتائج جدا مقبولة لذلك أغير قناعتي وما فيها شيء الواحد يغير قناعتي وأقول أنه سعد قدم منتخب جميل على مسيرة ومعلم مباراة لا 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 على مسيرة كاملة تابعتها من خلال مسيرة كاملة ومن خلال مشوار مع المنتخب الأولمبي والمنتخبات السنية الأخرى اللي قاد فيها وأيضا أنا أقول حاجة مهمة جدا من خلال متابعة ترى المنتخب العماني الأولمبي ليس بالمنتخب السهل صحيح وعندهم اهتمام وتركيز مثل ما بنوا هذاك المنتخب اللي في مصقة أخذ كاس الخليج وكان فارق واستطاع أن يقدم عطاوة نتائج يعني حصوله على كاس الخليج في ذاك الوقت ما كان مفاجأة بقيادة كابتن علي الحبسي وعدد من النجوم اللي بعد كاس الخليج احترفوا أيضا في الدوري السعودي هم يهتمون الآن في القطاعات السنية وقاعدين يسوون شغل مبروك للأخضر وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله